جبنا لحضراتكم فيديو هنا في ملعب الاهلي ويمكن انفرضنا بيه بعد المباراة مباشرة لان انا عارف الكلام اللي حيتقال ويمكن قلت لحضراتكم وحذرت الكلام ده من عشرة ايام وقلت لكم خلي بالكم الايام اللي جاية لما النادي الاهلي يكسب مبارياته القادمة هتلاقوا تغبيط من كل الجهات هتلاقوا تغبيط من كل الجهات وفي كل ما يتعلق في النادي الاهلي انا دلوقتي هجيب لكم حاجة في فريق الكورة وهجيب لكم حاجة في مجلس الادارة وهتكلم معكم في امور كثيرة خلال الشوية اللي جايين دول اولا خلينا ابدأ بفريق الكورة المباراة اللي فاتت مباراة النادي الاهلي ونادي اسموحة النادي الاهلي فاز على نادي اسموحة في الديئة 98 وشرحت لحضراتكم قد ايه ان امين عمر الكابتن امين عمر الحاكم الدولي في هذه المباراة كان امينا في احتسابه للوقت البديل للبدل الضائع ولكن بعد نهاية الستوديو وبعد كان هناك بعض مش عارفة سميهم ايه الاميين جهلاء بعض الجهلاء وبالمناسبة انا كنت من هؤلاء الجهلاء انا وانا بعترف على الهواء مباشرة انا عارفين ليه لان انا لما لقيت الناس كلها عملة تقول لك اصلاحنا مش كورة سلة وحنفضل نحسب دقيقة بدقيقة وكذا 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 بيني وبينكم اعدت كده فكرت طيب ايه اللي حصل عادت فكرت كده قلت ماشي لو احنا مش كورة سلة طب ايه الصح وبالتالي ذهبت مباشرة يعني اجتهدنا شوية يعني امكين احنا ام ما كناش فاهمين قوي في قانون الكرة القدم خلال الفترة اللي فاتت ولكن اجتهدت في التلات اربعة ايام دول انا ومجموعة الاعداد اللي معايا بالكامل الحقيقة علشان نقول لحضراتكم الحقيقة والحقيقة مش انا اللي حقولها بالمناسبة لا الحقيقة هي ورقة هي ورقة المادة السابعة في قانون كرة القدم انا بتكلم مع حضراتكم هو اه مش اعد انا على مصطبة وعمل اقول ايه اصل ده كورة سلة احنا مش هنقعد نحسب اصل مش عارف ايه اصل كذا لا لا انا مش هقولي الكلام ده خالص ولكن انا برد باللوائح والقوانين اللي بتربط منظومة كرة القدم في العالم كله ببعض والعالم كله ماشي عليها مش في مصر بس مش في مصر بس خلي بال حضراتكم لكن كل الناس بتحترم ما هيحدث إلا بعض الناس هنا في مصر فعشان كده أنا بقول لحضراتكم هو ليه لما جينا نتكلم مع حضراتكم من الماتش اللي فات أو بعد المباراة السابقة أنا جبت لحضراتكم لقطة واحدة بس كانت بعدما رافع الحكم الإضافي إن في سبع دقايق وقت ضايع هقول لكم ليه لو عندك الصورة جاهزة يا سمير طيب نزلها نزلها طيب ده طبعا كلام وحنا ترجمناه بالمناسبة علشان وطبعا كان كابتن سمير عثمان نجمنا وخبرنا التحليل في التحكيم هو كان معايا خطوة بخطوة هو اللي بعث لي هذا الكلام طيب المادة سبعة من قانون كرة القدر ماذا تقول المادة سبعة من قانون كرة القدر زي ما أمام حضراتكم عن مدة المباراة فترات اللعب مدة المباراة شوطين متساويان زمن كل منهم 45 دقيقة كلام ده كلنا عارفين اتنين اللاعبون لهم حق في فترة راحة ما بين الشوطين لا تزيد عن 15 دقيقة تمام يسمح باستراحة قصيرة لتناول مشروبات والتي يجب أن لا تزيد كل ده كل ده كل ده كلام كويس جدا طيب قواعد المسابقة لابد أن تحدد زمن الراحة بين الشوطين ولا يمكن تغييره إلا بموافقة الحاكم طيب خدوا بالكم بقى من الثلاث اربع كلمات أو الثلاث اربع سطور القادمة لأنها هي دي الأهم يقوم الحاكم بتعويض الوقت الضائع في كل شوط بسبب بسبب التبديلات تقييم إصابة اللاعبين أو نقل اللاعبين المصابين خارج ميدان اللعب في الوقت الضائع العقوبات الاندباطية توقف اللعب لتناول المشروبات التأخير المتعلق بحكم الفيديو المساعدة احنا ما عندناش يقوم الحاكم الرابع بإعلان الحد الأدنى للوقت المضاف الذي يقرره الحاكم في الدقيقة الأخيرة من نهاية كل شوط يمكن للحاكم أن يزيد الوقت المضاف ولكن لا يمكن تغفيده بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحاكم لو قال أنا عملت سبع دقايق وقت ضايع ما ينفعش يلعب ست دقايق ونص لكن ينفع يلعب عشر دقايق طب إمتى يلعب العشر دقايق دول؟ في ثلاث حالات بس مكتوبين فوق التبديلات تقييم إصابة اللاعبين يعني بمعنى إذا أصيب لاعب في الملعب وقعد دقتين لازم يحسب الدقتين هم هم لازم يحسب الدقتين هم هم لا يجوز للحاكم تعويض أي خطأ في احتساب وقت الشوط الأول بزيادة زمن الشوط التاني يعني إذا الشوط الأول انتهى يبقى الشوط التاني كمان انتهى إذا كان هناك ركلة جزاء يتم تنفيذها أو إعادة تنفيذها فإن زمن الشوط لابد أن يمتد حتى يتم تنفيذ ركلة الجزاء ثم يتم إعادة لعب المباراة الموقوفة ما لم تحدد قواعد المسابقة خلاف ذلك أنا اللي يهمني رقم ثلاثة اللي هو يقوم الحاكم بتعويض الوقت الضائع في كل شوط بسبب إيه؟ زي ما قلت لحضراتكم ثلاث حاجات الحاكم مطالب إنه هو يحسبهم زي ما هم بالزبط ما يقدرش يغير فيهم ما يقدرش يغير فيهم ما يقدرش يعمل فيهم أي تغيير يعني لو فيه لعيب وقع عشر دقايق في الوقت بدل الضائع لازم يحسب العشر دقايق يعني لو هو حسب سبع دقايق واللاعب إسلام الشاطر بيلعب ووقع قاعد عشر دقايق مصاب أو قاعد جوه الملعب عشر دقايق لازم يحسب عشر دقايق أخرى على السبع دقايق وده اللي طبقه امين عمر يا جماعة هو ده اللي طبقه امين عمر كانت الامين عمر بالمناسبة ايه كمية الحاجات اللي حصلت واللي افترقات والكلام واللي ده عمل كزا والاهلي كسب مش عارف ايه وازاي ايه يا جماعة طيب نقلب الآية انا عايز اقلب الآية لو كان سموحها هو اللي جاب الجون كنت هتقوله كده مكانش حد هتكلم طبعا كانوا هتطلع يقوله امين عمر ده احسن حكم عالمي ده لازم يحكم في كاس العالم بالمناسبة جماعة اللي عايز برضه اقوله لحضراتكم ان الاهلي المباراة دي او الوقت اللي اتحسب اتحسب للنادي الاهلي والنادي سموحها بدليل ان في اخر كرة لسموحها في المباراة جات في العرضة كانت ممكن تبقى واحد واحد يعني الوقت اللي اتحسب ده لم يحتسب للاهلي فقط ما قالكش لا للاهلي بس لا للاهلي والاسموحة فالكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده مادة سبعة في قانون كرة القدم النقطة رقم تلاتة ان الحكم مطالب بتعويض الوقت البديل في تلات حالات التبديلات والاصابات تقييم الاصابات والعقوبات الاندباطية وتوقف اللعب لتناول مشروبات والفار ادي الخمس حاجات لازم لو اي حاجة حصلت من الخمس احنا ما عندناش الفي ار وما عندناش توقف اللعب لتناول مشروبات يعني في السابق دايق مش هيعمل كده او في الوقت المحتسب بدل الضاقة مش هيعمل كده فهيبقى في التلات حاجات دول بس التبديلات وتقييم الاصابة والعقوبات الاندباطية وده اللي حصل وده اللي طبقه كابتن امين عمر مش هكلمكم بقى على قد ايه الوقت الضايع كان قد ايه اثناء الشوت التاني مثلا لاصاباتنا دي اسموحها مثلا يعني انا ما بتكلمش في النقطة دي خالص انا بتكلم في الوقت البدل الضايع الحكم طلع سبع دقايق وقع احمد صبحي جبتهلكه هنا بتايمر جبتهلكه بتايمر على الشاشة هنا ان من الدقيقة كذا للدقيقة كذا قعد دقيقة و41 ثانية مصاب وبالتالي الكابتن امين عمر مطالب قانونا 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 ان هو يزود دقيقة و41 ثانية انا بس حبيت ان انا زي ما وريت لحضراتكم خلال اه ملعب الاهلي في المباراة السابقة على طول بعد المباراة وريتلكوا الفيديو وريتلكوا لان انا عارف ان ده اللي حيحصل وعارف ان الكلام ده اللي حيحصل فده مش كلامي بالمناسبة ده مش كلام اسلام ولا كلام ملعب الاهلي ولا كلام قناة الاهلي لا 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 ده كلام القانون الدولي لكرة القدم اللي العالم كله العالم كله بيتعامل بيه فمن فضل حضراتكم نحاول نكتهد شوية اذا ما كناش عارفين او مش فاهمين وانا كنت واحد من اللي مش فاهمين لكن انا اكتهدت شوية تعبت شوية يعني اعادت اجري ورا الموضوع عشان اعرف ايه الصحة وايه الغلط هل اللي انا بطلع اقوله لحضراتكم ده كلام في الهوى ولا بطلع اقوله لكم من خلال لوائح وقوانين لكن في ناس غرضها فقط اثارة الفتنة بس ما بتعملش حاجة تاني الناس توقع كل الاندية في بعض توقع الحكام في الاندية بتعمل ضغوطات كبيرة على الحكام لكن انا بحيي الكابتن امين عمر هو على الهواء مباشرة بسبب الورقة دي الورقة دي عرفتني قد ايه امين عمر الكابتن امين عمر كان رائعا في احتسابه للوقت البدل او البديل للوقت البدل الضائع للنادي الاهلي واسموحه في المباراة الاخيرة واللي استطاع النادي الاهلي ان يفوز في الدقيقة سبعة وتسعين وكم وخمسين سانية في تمانية وخمسين سانية في الدقائق الاخيرة انا عارف ان الهدف ده بيوجع ناس كتير جدا انا لما كنت لو بلعب ودخل فيه هدف في الوقت ده كنت حبقى ميت كنت حبقى مدائي جدا ولكن هذه هي الحقيقة الحقيقة عرضناها لحضراتكم على الشاشة ومش كلام اسلام بالمناسبة ولا كلام اي حد انا كلمت الخبراء وناس كبار جدا في كرة القدم عشان يقولولي هل الكلام ده صح ولا غلط كابتن سامير عثمان واحد من اهم وافضل الحكام فانا قلت كابتن سامير يمكن موجود وكده فبيجامل رحت لحد تاني وتالت ورابع كلهم قالولي نفس الكلام قالولي اسلام ده قانون ده قانون فللاسف الشديد مش عيب ان انت تبقى مش عارف مش عيب انا ما كنتش عارف الحقيقة ما كدبش على حضراتكم وقد اكون دماغي راحت شوية للموضوع ان انا ايه موضوع كرة السلة والكلام ده لكن لقيت نفسي طب ما انا لازم اكتهد ومشي ورا الموضوع واشوف اكتهدت ومشيت ورا الموضوع وشفت لقيت ان الموضوع كل الكلام اللي بيتقال ده كلام في الهوى الغرض منه فقط اثارة الفتنة اثارة الفتنة والضغط على التحكيم المصري بس انا بوري لحضراتكم عشان اوريكم قد ايه يا جماهير النادي الاهلي الناس بتحاول تضحك عليكم لكن انا عارف ادق انتو اسكية وقد انتو تعرفوا تعرفوا مين اللي بيتكلم اي كلام كلام في الهوى ومين اللي بيتكلم كلام بالورق وبالقانون وباللوايع وفي نفس الوقت انا متأكد كواس جدا وعارف كواس جدا قد انتو عارفين ومتأكد ان انتو عارفين كواس جدا قدر فريق النادي الاهلي وبعدين هي عادتوا اللي هشتريها ما هو الاهلي هو ملك الدياة تسعية ملك الدياة تسعية في افريقيا كلها بالمناسبة مش في مصر بس لا تأمن للنادي الاهلي الا لما اللعبة تبقى في الاوتوبيس انا بس حبيت اوري لحضراتكم ان يا جماعة مش كل الكلام اللي بيتقال هو كلام في الهوى كل الكلام ماشي طيب بمناسبة برضو الكلام في الاشاعات والكلام ده كله